السلام عليكم تنسيق المرحلة الأولى 2024 تعليمات همة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بإتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة الموافقة 8-16-2024 وأصدر مكتب التنسيق مجموعة تعليمات همة لأبنائنا الطلاب سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها الموقع يعرض أيضاً الحد الأدنى للقبول بالكليات في في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعة ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماماً لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كمالاً يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استفاء كل الرغبات 75 رغبة وقرر مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمية علوم ثلاثة 171 درجة في أكثر بنسبة 90 48% بإجمالي عدد طلاب 23850 ألف طالب وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالي عدد طلاب 15355 كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68 29% بإجمالي عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب وكشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعاً لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر